بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سوف نتحدث اليوم عن أكبر اكتشاف كوني عام 2023 انظروا إلى هذا البحر أيها الأحبة الكون كله يسبح في بحر من أمواج الجاذبية هذا آخر اكتشاف علمي في منتصف 2023 تماما هناك أمواج تريليونات وتريليونات من الأمواج تسبح في الكون تشبه تماما ما يصنعه الماء برمال هذا البحر سبحان الله هذا الاكتشاف سوف نفاجأ أن القرآن قد تحدث عنه وأن المفسرين رحمهم الله أشاروا إليه إشارة واضحة أولا أحبة في الله أكبر ضربة تلقاها الملحدون أن الكون ليس أزليا إنما له نهاية وله بداية ما دام له بداية فلابد من موجد لابد من خالق إله هو الذي بدأ الخلق وهذا ثبت علميا بما لا يقبل الشك أن الكون في بدايات خلقه أطلق موجات اسمها موجات الجاذبية هي التي تسيطر الآن على الكون وهي التي تظهر بوضوح للعلماء أثناء اصطدام الثقوب السوداء وعندما يعبر الثقب الأسود عبر ما يسمى نسيج الزمان والمكان يحدث تشوهات في هذا النسيج طبعا العلماء تمكنوا بأجهزة دقيقة جدا من قياس هذا النسيج وهذه الأمواج التي سماها القرآن أمواج سماها الحبك الحقيقة أحبة في الله دعوني أولا أخذكم إلى الإمام القرطبي في القرن الثالث الهجري عندما وضع تفسيرا للقرآن الكريم وتناول هذه الآية العظيمة من سورة الزاريات والسماء ذات الحبك كيف فسرها؟ طبعا العرب تقول عن الموجات التي يصنعها الماء عندما يضرب الرمل الرمل على الشاطئ عندما يضرب بالرياح والماء يصنع هذه الأشكال ريبلس هذا هو شكل أمواج الجاذبية التي تملأ الكون من المستحيل أيها الأحبة على إنسان أن يتنبأ بهذا الاكتشاف ونحن الآن في 2023 أن يتنبأ به ويصفه بكلمة واحدة فقط دعوني أولا أخذكم إلى الشكل الذي تصنعه هذه الرياح والماء بالرمال لنتأمل هذا الشكل ثم نعود للاكتشاف العلمي ونختم بالآية القرآنية المعجزة والله لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت بليلا على صدق هذا القرآن العظيم انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الأمواج اللطيفة التي تحكم حركة ماء البحر هي ذاتها التي تحكم حركة الجاذبية في الكون انظر معي هنا عندما تضرب هذه الأمواج هذه الرمال انظر ما الذي يحدث تحدث أشكالا تشبه تماما الأمواج التي نتجت في بداية خلق الكون هذه الأمواج هي التي يقول عنها الإمام القرطبي والإمام الطبري وجميع المفسرين حقيقة عندما فسروا الآية الكريمة والسماء ذات الحبط يقولون الحبط هي تلك الأمواج التي نراها على شاطئ البحر والتي عندما تضرب مياه البحر أو الرياح تضرب هذه الرمال فإنها تصنع هذه الأشكال التي تدعى حبط ومفردها حبيكة إذن الحبط أخي الحبيب هي تماما هذه الأمواج والقرآن العظيم عندما يقول والسماء ذات الحبط يعني أن السماء لها خاصية مميزة جدا أنها ذات أمواج تشبه الأمواج التي نراها على سطح الماء بنتيجة الرياح وماء البحر سبحان الله في عام 2023 وبعد سبعين سنة من الأبحاث والتجارب منذ منتصف القرن العشرين وحتى الآن والعلماء سخروا آلاف منهم وآلاف الملايين من الدولارات أنفقت في مراصد فضائية مثل مرصد هابل ومرصد جيمسويب وغيرهما وفي مركبات فضائية أطلقت وهناك وكالات أبحاث وهناك علماء وهناك نفقات كثيرة توجت هذه النفقات كلها أخيرا باكتشاف كوني يعتبر من أكبر الاكتشافات الكونية في القرن الحادي والعشرين وهو اكتشاف أن كوننا هذا الأجرام السماوية المجرات النجوم الدخان الكوني الغبار السدم الكونية كل شيء يسبح في بحر هائل من الأمواج تدعى أمواج الجاذبية تملأ الكون هذه الأمواج طيب من أين نتجت؟ قلنا إنها نتجت منذ بداية خلق الكون التوسع الكبير أو التضخم المفاجئ بدأ خلق الكون من نقطة واحدة أيها الأحبة وهذا يؤكد أن الله خلق الكون من لا شيء خلق الكون من لا شيء لأن الله هو الموجود الأول لا يوجد غيره سبحانه وتعالى فخلق الكون من نقطة واحدة هو أوجدها وأودع فيها كل هذه الطاقة وكل هذه القوانين التي نراها ولكن عندما توسعت وتضخمت هذه النقطة بشكل مفاجئ وخلال جزء من تقريبا تريليون 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 جزء من الثانية توسعت بشكل مفاجئ وأنتجت كمية هائلة من أمواج الجاذبية هذه الأمواج أمواج الجاذبية حقيقة عندما درسها العلماء وجدوا أنها تشبه الأمواج الموجودة على الرمال والتي رأيناها طيب ما هي أفضل كلمة يمكن أن نصف فيها هذه الأمواج بكل بساطة في اللغة العربية لا توجد غير كلمة واحدة باللغة الإنجليزية تحتاج إلى عدد كبير من الكلمات لماذا؟ لأن كلمة حبك غير موجودة في اللغة الإنجليزية لأن كلمة حبكة في اللغة العربية لها سبعة معاني كما قال الإمام الطبري رحمه الله سبعة معاني من معانيها النسيج المحكم وبالفعل المجرات تصطف على خيوط طويلة ورفيعة تمتد لملايين السنوات الضوئية وتشكل نسيجا كونيا رائعا أثبت وجوده العلماء في القرن الحادي والعشرين من معانيها الخلق الحسن من معانيها الشدة بالفعل بنية الكون شديدة جدا لذلك لم يعودوا يتحدثون اليوم عن فراغ أو فضاء أو سبيس بل يتحدثون عن بنية كوسميك بيلدينج يعني بناء كوني بنية الكون يتحدثون عن البنية والبناء في الكون سبعة معاني أحد هذه المعاني هو هذه الأبواج سبحان الله والتي ظهرت في الاكتشاف الأخير سبحان الله وكأن القرآن يمشي مع التطور العلمي القرآن يسير مع التطور العلمي عندما كشف العلماء أن كوننا يتكوأ أو يتألف من نسيج محكم تبين أن كلمة الحبق هي أفضل من يصف هذا النسيج سبحان الله وعندما اكتشف العلماء أيضا أن الكون فيه طرق لأنهم عندما درسوا في محاكاة كونية تعتبر هي الأكبر في القرن الـ 21 أكبر عملية حاسوبية قاموا بها لمحاكاة الكون يعني لو نظرنا إلى الكون من الخارج ماذا نرى وجدوا أن المجرات تسير على طرق كونية تشبه الأوتوسترادات السريعة فقالوا إن كوننا مليء بالطرق من معاني كلمة الحبق الطرق أو الطرائق لذلك يقول الإمام الطبري والسماء ذات الحبق أي ذات الطرائق مع أنهم لم يروا شيئا يعني الغريب أن الإمام الطبري لم يروا هذه الطرق ولم يروا أمواج الجاذبية ولم يروا شيء هو يرى السماء بنجومها وأفلاكها لا يرى شيئا ولكن هو اعتمد على المعنى اللغوي للكلمة كلمة الحبق هذه الآية رقم 7 في سورة ذارياد عندما وصف الإمام الطبري الحبق بأنه الأمواج أو حتى تجاعد الشعر هذه التجاعدات التي نجدها على الرمال وفي الكثبان الرملية وعلى شواطئ البحار هو من أين جاء بهذا التفسير من اللغة العربية بأن العرب هكذا كانت تفهم كلمة الحبق فسبحان الله عندما يعني العلماء اكتشفوا أن الكون يزخر بأمواج الحبق أمواج الجاذبية ونجد مقالات وأبحاث تقول إن كوننا هذا يسبح في بحر من الأمواج يعتبرون أن هناك بحر كوني نحن الآن نرى بحر من الماء فيه أمواج هناك بحر شبيه له موجود في الكون وله أمواج أيضا ولكن غير مرئية القرآن حدثنا عنها سبحان الله يعني انظر انظر إلى عظمة هذا الكتاب العظيم سبحان الله إذن أصبح لدينا كلمة واحدة تتضمن معنى النسيج وهو صحيح وتتضمن معنى الطرائق أو الطرق وهو صحيح وتتضمن معنى الخلق الحسن والقوي وهو صحيح وتتضمن معنى الأمواج التي تملأ الكون أمواج الرمال هذه ريبلز والتي سماها العلماء بأمواج الجاذبية القرآن اختصر لك كل هذه السلسلة من الاكتشافات والمعاني والأبحاث والدراسات بكلمة واحدة والسماء ذات الحبق انظر إلى كلمة ذات ذات يعني خصيصة من خصائي السماء خاصية من خصائي السماء أنها ذات حبق أي أن هذه الأمواج تملأ الكون هذا هو معنى سبحان الله طيب بالله عليكم من يستطيع أن وهذه الآية نزلت بمكة المكرمة في بدايات الدعوة عندما كذبه الملحدون والمشككون كذبوا حبيبا عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية لتخاطبهم وتقول والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف أيها الناس الملحدون المشككون الذين أنتم من سيكتشف هذا الحبق وأنتم من سينشر هذه الأبحاث إنكم لفي قول مختلف أي متناقض كيف تقولون إن هذا القرآن هو كلام بشر وهو يحدثكم عن اكتشاف علمي أنفقتم عليه المليارات إنكم لفي قول مختلف كيف تقولون إن هذا الكون وجد بالمصادفة وأنتم بنفس الوقت تقولون إن هذا الكون يتوازن وهناك ثابت كوني دقيق جدا 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 لدرجة يستحيل أن ينشأ بالمصادفة كيف تدعون هذا وتدعون هذا إذن هذا قول متناقض مختلف أي متناقض إنكم لفي قول مختلف أي متناقض والله أيها الأحبة هذه الآية لا تزال أسرارها تنكشف يوما بعد يوم ولا يزال القرآن غضا طريا كلما قرأناه نكتشف فيه شيئا جديدا وهذا يثبت أنه كلام الله كيف لا كيف لا نجد حديثا عن خلق الله في كلام الله هو الخالق هو الذي خلق هذه الأمواج كيف لا يستطيع أن يحدثنا عنها لذلك هنا اختصر القرآن معجزة عظيمة جدا في كلمة واحدة خاطب بها المشككين ثم انظر معي إلى الآية لا تخاطب المؤمنين بل تخاطب الكفار الذين هم من سيكتشف هذا هذه الحبك أو هذه الحبائك أو هذه الأمواج والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يعني كلامكم كذب بكذب كلامكم أيها الملحدون المشككون الذين تدعون أن هذا الكون ليس له إله هو كلام متناقض كلام مختلف كلام مضطرب لذلك أحبتي في الله والله هذه الآية أنا أعتبرها من يعني تكاد تكون من أقوى آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم التي تثبت أولا صدقة رسالة الإسلام وصدقة نبينا عليه الصلاة والسلام واستحالة الإتيام بمثل القرآن يعني من يستطيع اليوم في هذا العصر عصر التكنولوجيا وعصر التطور العلمي أن يصف لنا مجموعة اكتشافات علمية على مدى سبعين سنة يصفها بكلمة واحدة حبك كيف تخير نبينا عليه الصلاة والسلام هذه المفردة من عشرات الآلاف من المفردات بل ملايين الألفاظ في اللغة العربية اختار اللفظة الدقيقة جدا والسماء ذات الحبك ليقول لك إن هذه الكلمة فيها إعجاز هي معجزة تشهد بصدق هذا القرآن نسأل الله عز وجل أن يرينا أيضا المزيد من آياته وكلما رأينا آية نتذكر قول الله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق